منذ شهر نوفمبر لم يكن ردا اسرائيلي على صواريخ القسام لكن البارحة خلية تابعة للجهاد الاسلامي قامت باطلاق سبعة من صواريخ القسام باتجاه مدن جنوبي اسرائيل ساقطت بجانب مدينة اشكل في مناطق مفتوحة لم يكن اصابات لا في التشتية ولا في كذلك في المناطق وفي الارواح الاسرائيل منذ شهر نوفمبر لم ترد على ذلك لكن البارحة بامرا من قائد اركان الجيش جابي اشكنازي قاموا بالرد على ذلك واطلقوا الصواريخ على مطلقي صواريخ القسام الرئيس الوزراء ورئيس الدفاع امير بيرتس يقول البارحة باننا سوف نرد على كل اطلاق صواريخ ولن نهتم باي رد اخر قام باشكنازي قائد اركان الجيش وصل البارحة الى الكنيسة الاسرائيلية الى نجنة الامن الخارجي والامن الداخلي تحدث البارحة الى اعضاء الكنيسة فجاءهم بعض الشيء لكن غال بشكل واضح وبشكل مهم بان في غزة هناك تسلح غريب عن طريق محور فلادلف وكذلك حماس يتقوى من يوم الى اخر ويتقلد بطرق حزب الله في الحرب ضد اسرائيل يوفالشتينس من حزب الليكود يقول ان جابي اشكنازي كان جيدا وممتازا في اللقاء مع اللجنة وكذلك هو تحدث عن كل ما يدور في غزة وعن كل ما يدور في الجيش الاسرائيلي كذلك غابي اشكنازي تطرق اليه اعضاء كنيسة اخرون بانه اعطى شيئا جميلا واعطى شيئا ايجابيا لجيش ليس كسابقه غابي اشكنازي يقول انني جئت للعمل وفقط للعمل على ما يبدو هذا الرد كما رأيناه لصواريخ القسام سوف يستمر والروتين سوف يستمر كما كان قبل شهر نوفمبر لكن السؤال الذي يطرح نفسه كيف سيبتدئ هذا وكيف سيكون الرد الفلسطيني او الرد الحماسي على مطلقي صواريخ القسام وعلى الرد على ذلك على ما يبدو الفترة التي كنا بها صواريخ قسام رد اسرائيلي سوف يعود مرة اخرى الى منطقة الشرق الاوسط بالتأسية